لا نبالغ أو نتجاوز الحقيقة حين نقول إن مصر كانت من أكثر الدول نجاحاً في مواجهة جائحة كورونا فمنذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والإجراءات الحكيمة التي عهدت على تطبيقها وتحديثها حتى الآن الدولة التي أولت مواجهة الفيروس أهمية بالغة وأولوية قصوى لإدارة الأزمة شددت على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات وفرض الغرامات على المخالفين وتطبيق تناوب حضور العاملين في الجهات الحكومية والتجديد على إغلاق دول المناسبات ومراكز دروس الخصوصية رئيس الحكومة كلف أيضاً بأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين ووضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح كورونا والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن وفور إعلان عدد من الشركات العالمية الوصول إلى لقاح عملت الإدارة المصرية على التعقد مع أكبر عدد منهم حتى تتنوع مصادر اللقاح ويتم الحصول على أكبر كمية ممكنة شريطة أن يكون فعالاً فمصر لم تقدم على الإتيان بلقاح دون التأكد من سلامته وفعاليته بنسبة 100% حرصاً على سلامة مواطنها اللقاح الصيني الذي وصل مؤخراً خد على الدراسة الدقيقة واستكمال الموافقات من هيئة الدواء المصرية قبل تطعيمه وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالزايد خلال اجتماعها مع مدير المدريات الصحية وضع خطة لمتابعة آلية توزيع اللقاحات مؤكدة أن اللقاح سيتم توفيره تباعاً للمواطنين وفقاً للفئات المستحقة من المرضى بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة كورونا خطوة أو اثنتان تسبق بهما الحكومة الفيروس ما يجعلها من أولى الدول في استباق الأزمة وإدارتها بشكل ناجح بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة محققة التوازن والثبات على صعيد القرارات والإجراءات ترجمة نانسي قنقر